الفنانة شيرين فاجأت الكل بكلام غير متوقع عن أزمة الغارمات اللي بيكتبوا شيكات على نفسهم علشان يجهزوا عيالهم وبيتعرضوا بعد كده لأزمة مالية ويكون مصيرهم السجن من خلال الفيديو ده هنتعرف على الكلام اللي قالته شيرين عن أزمة الغارمات يلا بينا نشوف الحكاية إيه؟ أنا ملك ريان تابعوني الفنانة الكبيرة شيرين غابت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة اللي فاتت لكنها ظهرت في ندوة بمهرجان الأسكندرية سينمائي بحضور وزير التضامن الإجتماعي نيفين الكباج خرجت بكلام غير متوقع عن قضية الغارمات اللي كانت حديث الساعة لفترة طويلة فاجأت الفنانة شيرين بردها عن قضية الغارمات في مهرجان الأسكندرية السينمائي في دورته الـ 38 وقالت إنها ضد التبرع للغارمات وقالت كمان إنها عارفة إنها تتعرض للانتقاضات بسبب كلام هذا قالت شيرين إنها بتسمع إن فيه نسبة تتبرع للغارمات بدل من دخول السجن بسبب الشيكات الماضينها على نفسهم وقالت إن الغارمات دول ناس متمسكين بأفكار زمان ومش عاوزين يتغيروا كمان شيرين قالت إن الغارمات دول بيجيبوا لعيالهم 12 ملاية مع إنها 4 كفاية وقالت إنهم بيجيبوا تلكتين و4 شاشات و3 بوتجازات قالت بعد كل الفلوس دي البنات مش بتعرف تطبخ من الأساس قالت إنها علشان كده ضد الغارمات أما عن الزواج المبكر فقالت الفنانة شيرين إن المجتمع محتاج لأفلام مؤثرة مش كارتونية وبس قالت إن الأفلام دي تظهر فيه دور الأب ودور الأم في مشكلة الزواج المبكر وقالت إن للأسف الجواز دلوقتي ما بقاش عند سن 18 زي زمان أو عند المأزون قالت شيرين إن الجواز دلوقتي بقى عند سن الـ 12 سنة وقالت إن الأهالي بقوا يعملوا أعداد عرفية علشان يجوزوا العيال وكمان قالت إن المشكلة الكبيرة إن البنت بقت تخلف في سن 13 سنة وترحل في سن الـ 14 بسبب ضعف جسمها وإنها مش متحملة المسئولية قالت إن أغلب الأوقات الجدة هي اللي بتربي الإبن والأزمة الأكبر إن الزواج بيروح يتجوز تاني وأما عن الراحل الفنان سمير غانم فقالت شيرين إن الفنان سمير غانم كان السبب في شهرتها مع الجمهور في مصرحية المتزوجون وإن الجمهور بينادي عليها لحد دلوقتي بشيرين سرصار وعن شقعات زواجها فقالت شيرين إنها على طول بيطلع عليها أخبار كسب وكلام بخصوص زواجها من أشخاص كتير قوي قالت إنها تزوجت من المخرج محمد أسامة لمدة 10 سنين علشان خاطر بنتها بس قالت كمان إن طول العشر سنين كانت كلهم خلافات وقالت إن جوزها كان بيتعد عليها وكانت بتتخبى منه في دولاب الهدوم قالت إنها مش نجمانة على الزواج منه أو الانفصال منه قالت كمان الفنانة شيرين إنها كانت عارفة إن جوازها مش هيكمل فعلشان كده فكرت في الإجهاد وقالت إنها بالفعل راحت للدكتور وطلبت منه إنها تتخلص من الجنين بس الدكتور رفض ده وكمان قالت إن الدكتور نصحها بالإحتفاظ بالجنين وفعلا أنجبت بنتها مرت وقالت إن بنتها اشتغلت في مجال الفن والتمثيل لفترة وبعد كده ثابتوا قالت إن بنتها قررت إنها تركز في حياتها الخاصة